بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي في حل محافظة الإسكندرية إدارة غرب التعليمية مادة العلوم الفصل الدراسي الأول نبدأ مع بعضينا رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة مما يلي طبعا احنا هنا هنختار الإجابة الصحيحة واحد عند وضع يدك على سطح ساخن يرسل المخ رسالة إلى العضلات والفعل الذي يصدر منك بعدها مباشرة هو يعني لما أنا مثلا أو أنت وضعت يدك على سطح ساخن أو جسم ساخن المخ بيرسل رسالة إلى العضلات والفعل الذي يصدر منك بعدها مباشرة هو بتستمر في وضع يدك على هذا الجسم الساخن ولا بتسحب يدك بعيدا عن الجسم الساخن ولا لن يصدر منك أي فعل يعني مش تعمل حاجة ولا تشعر بألم طبعا أنا منجرد أن أنا بضع يدي على جسم ساخن بعمل إيه؟ بيتم سحب اليد من أو عن الجسم الساخن رقم اتنين ما هي خاصية الضوء التي تساعدك على رؤية نفسك في المرأة؟ أنت عشان تشوف نفسك في المرأة في خاصية للضوء؟ إيه هي الخاصية دي؟ الانكسار ولا طول الأشعة ولا قصر الأشعة ولا العضلات ولا المكاس طبعا عشان أشوف وجه في المرأة لابد من إيه؟ من حاجة اسمها الانعكاس رقم ثلاثة عندما ترى شيئا ما؟ ما الذي يحمل الرسالة من عينك إلى المخوة؟ يا طرى اللي بيحمل الرسالة من العين إلى المخي الأعصاب ولا الغدد ولا الأوردة ولا العضلات؟ طبعا على طول اللي بيحمل الرسالة هو مين؟ الأعصاب رقم أربعة يمكن أن تستخدم نقط لإرسال أو استقبال شفرة أنا ممكن أستقبل أو أرسل شفرة من خلال مين؟ القلب؟ الرئة؟ المعدة؟ العين طبعا من خلال إيه؟ من خلال العين أستطيع إرسال إيه؟ إرسال شفرة رقم خمسة عندما تريد تحريك جسمه بسرعة لو أنت عايز تحرك جسمه بسرعة لابد من نقط طاقة الحركة تقليل ولا زيادة ولا تثبيت ولا إيقاف طبعا لابد من زيادة إيه؟ زيادة طاقة إيه؟ الحركة وأنتقل لبس سؤال رقم اتنين السؤال الثاني بيقول عندما ترضى علامة صح أو خطأ نضط إيه؟ صح أو إيه؟ أو خطأ أمام العبارة لأيتها واحد عندما ترسل رسالة لصديقك يجب أن تكون اللغة المكتوبة بها الرسالة مفهومة طبعا لازم تكون الرسالة إيه؟ أو اللغة اللي مكتوبة مفهومة لو أنا مش فاهم اللغة مش هفهم إيه مضمون الرسالة أو معنى الرسالة رقم اتنين قوة الجاذبية هي قوة سحب الأعلى أنا لو ببرمي ألم بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت طبعا قوة سحب المفروض لأسفل يبقى إذن هذه العبارة إيه خطأة رقم ثلاثة عند ركل الكرة بقدمك فإنه ينتج طاقة حركة طبعا لما قالت كرة بتبقى في حالة إيه وضع أول ما إن أنا بركل يعني بشوت الكرة بقدمي فإنه ينتج طاقة إيه طاقة حركة هذه العبارة إيه هذه العبارة صحيحة رقم أربعة إرسال بعض النباتات لروائح كريهة يعتبر تكيفا سلوكيا طبعا صحيح الطاقة هي قدرة على إنجاز المهام أو القدرة على بزل شغل صحيح ننتقل إلى السؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة أجب عما يأتي واحد إذا تحركت سيارتين في نفس التوقيت لمدة عشرين سنة يعني سيارتين هيتحركوا مع بعض في نفس التوقيت لمدة قد إيه الزمن بتاعهم عشرين سنة فقطعت السيارة إيه السيارة إيه إيه مسافة كام مسافة 100 متر بينما قطعت السيارة بي مسافة كام 300 متر هو السؤال بقى بيقول إيه أي السيارتين سرعتها أكبر السيارة إيه ولا السيارة بي اللي سرعتها أكبر طبعا السيارة بي هي التي سرعتها إيه سرعتها أكبر من السيارة إيه لأن السيارة سرعتها 100 متر في 20 ثانية أما السيارة بسرعتها 300 متر في 20 ثانية ننتقل إلى سؤال رقم 2 سؤال رقم 2 تعيش بعض الكلاب في بيئة باردة بينما يعيش بعضها في بيئة حارة في رأيك أيهما يمتلك فراء كسيفا؟ اللي بيمتلك فراء كسيف اللي بيعيش في البيئة الباردة ولا اللي بيعيش في البيئة الحارة طيب ولماذا هو عايز يعرف ليه إيه السبب طبعاً الذي يعيش في بيئة باردة هو الذي يمتلك الفراء الكسيف ليه؟ حتى يشعر ببيئة الدفء ويعتبر هذا تكيفاً ترتيبياً سؤال رقم ثلاثة تمتلك بعض الحيوانات القدرة على الرؤية في الظلام بسبب بعض الحيوانات بتمتلك القدرة على الرؤية في الظلام إيه السبب؟ السبب طبعاً وجود البصات الشفيف السؤال الأخير اللي هو رقم أربعة صل من العمود ده ما يناسب العمود ألف متر الكل ثانية القوى المتزنة وحدة لقياس المسافات الطويلة وحدة قياس السرعة طبعاً أول ما أشوف كلمة وحدة قياس السرعة ده اللي هي مين؟ اللي هي المتر لكل ثانية هنا هو بيقول لك القوى المتزنة أو القوى المتزنة تؤدي إلى عدم تحريك أو حركة الجسم الجسم السهل السهل بكده ننتهي من حل اختبار محافظة الإسكندرية إقدارة غرب التعليمية مادة العلوم أتمنى أن أتسابسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي أسلكم كل جديد وإلى القوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته